الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع ملته إلى يوم الدين وبعد ففي ظل الظروف العصيبة التي تعيشها الأمة الإسلامية والمشاهد المؤلمة التي نراها أو نعيشها كل يوم والجروح النازفة التي أصابت الأمة وفي ظل انغماس البعض في الشهوات والتقصير في الطاعات نكون بأمس الحاجة إلى أن تكون لنا مع الله تعالى وقفة خاصة نصلح فيها ما أفسدناه وهذه الوقفة هي الدواء الناجح والعلاج الفعال الذي يمكن أن يخفف الآلام والأوجاع وأن يمحو الذنوب والخطايا وأن تقربنا إلى الله تعالى بعد أن ابتعدنا وأبعدنا ولعل من أفضل ما يمكن القيام به في هذه الليالي المباركات هو الاستغفار لأنه السبيل الأقرب للجوء إلى الله تعالى في تفريج الكرب وإزالة الهم وغفران الذنوب وستر العيوب فما هو الاستغفار وكيفيته وما هو فضله وآثاره هذا ما سأسلط الضوء عليه في هذه الدقائق المعدودة الاستغفار أيها الأحبة أن تطلب المغفرة من الله عز وجل الساتر لذنوب عباده وعيوبهم المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم فهو العودة إلى الله تعالى قال جل في علاه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وقال تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وبالاستغفار أمر الأنبياء أقوامهم فقال شعيب عليه السلام لقومه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود وقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار وكانت وصيته صلى الله عليه وسلم للنساء يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار بل لعظم الاستغفار أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده بالاستغفار فقال تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول للمسلمين يا أيها الناس استغفروا ربكم وتوبوا إليه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم مئة مرة فإذا كان هذا حال رسول الله في الاكثار من الاستغفار مع أنه قد غفرت جميع ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر فما بالك بمن استغفاره يحتاج إلى استغفار نسأل الله العفو والعافية أما فوائد الاستغفار فكثيرة وقد نص القرآن الكريم والسنة النبوية عليها منها مغفرة الذنوب فمهما كثرت ذنوبك فإن مغفرة الله أعظم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ومنها زوال البلاء وجلب النعم وزيادة القوة وزيادة الشدة قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال هود عليه السلام لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وكانت وصية السلف لبعضهم إذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار ومن أعظم فوائد الاستغفار الأمان قال تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ يقول علي رضي الله عنه كان في الأرض أمانان من عذاب الله فرفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به الأول وجود النبي في الأمة وأما النبي فقد مضى لسبيله والثاني الاستغفار فهو كائن بينكم إلى يوم القيامة فبقي الاستغفار معنا فإذا ذهب هلكنا وبالاستغفار يعوض النقص يقول أبو هريرة رضي الله عنه الغيبة تخرق الصوم والاستغفار يرقعه من اغتاب خرق ومن استغفر رقع إذن أيها المحتاج أيها النازح أيها المهجر أيها المنكوب أيها المحروم يا من عدم أو قل رزقه من الولد أو غيره استغفر الله في السحر واطلب ما شئت من رب العباد وأبشر بالخير فهو القائل ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة